مدارس الوطن العربية للصفة الثامن اليوم رح نبلش بدرس الشبكات من وحدة المجسمات درس الشبكات يتلخص أو أهم مفهومين لازم نعرفهم بهذا الدرس اللي هو المجسم والشبكة ونتعرف على الفرق بين المجسم والشبكة هلأ الشبكة هي سطح مستوي مستوي إذن لما نتكلم عن الشبكة إحنا بنحكي عن سطح مستوي شو يعني سطح مستوي؟ يعني ثنائي الأبعاد لكن لما نحكي عن المجسم ما بيكون عندنا ثنائي الأبعاد بيكون عندنا ثلاثي الأبعاد شو يعني؟ يعني يمكن وهذا الشبكة وهي الشبكة يمكن أن تطوى لعمل المجسم إذن الأمور صارت أوضح إذن الشبكة هي عبارة عن سطح مستوي لما نحكي عن شبكة بنحكي عن سطح مستوي ثنائي الأبعاد أي إنه في سين وفي صاد يمكن هاي الشبكة بطويها ممكن أن أطويها لعمل المجسم إذن بالنتيجة إذن بالنتيجة طلعت عندنا إنه الشبكة بعد الطوي بيتحول للمجسم فالفرق بين الشبكة والمجسم إنه الشبكة إحنا منحكي بثنائي الأبعاد المجسم ثلاثي الأبعاد إذن هون ثنائي الأبعاد هون ثلاثي الأبعاد وأيضاً ممكن نحكي عن الشبكة شغلة تانية إنه هي السطح هي السطح الذي يعمل منه المجسم إذن لما حكينا عن الشبكة حكينا عن سطح مستوي ثنائي أبعاد إذا طويناه رح يعمل المجسم وهو السطح الذي يعمل منه المجسم ولحد الآن لاحظنا الفرق الأول بين الشبكة والمجسم ولكن الشبكة لها عناصر فعناصر الشبكة هي كالآتي العنصر الأول القاعدة إذن العنصر الأول رح يكون عندنا القاعدة والعنصر الثاني هو الأسطح وممكن أحكي عنه بطريقة تانية لهو الأوجه أما العنصر الثالث فهو الرؤوس إذن ثلاث عناصر للشبكة القاعدة والأسطح أو ممكن أنا أيضا أسميها الأوجه وأخيرا عم نحكي عن الرؤوس الآن عشان نميز أكثر بين الشبكة والمجسم في عنا ما الفرق بين الشبكة والمجسم زي ما أنتوا شايفين في هذا المثال موجود بالكتاب صفحة 92 هلأ إذا بتلاحظوا لاحظوا هون عندي إنه هاي هي الشبكة هلأ بالنسبة للشبكة رح نلاحظ في عنا عنا ثلاث مستطيلات وعنا أيضا مثلثين هاي الشبكة هي زي ما حكينا سطح مستوي وثناء أبعاد هلأ إذا أنا هاي الشبكة بدي أجيب المجسم منها فرح أقوم بالطوي فالمثلث الأول رح أطويه للمثلث الثالث وأطويهم مع بعض أيضا المثلث للأعلى طبعا المثلث اللي هون مع المثلث اللي هون رح أطويهم للأعلى عشان تطلاقى الأضلاع ويصبح عندي رؤوس فرح ينتج بالنهاية بعد الطوي هذا المجسم لما صار عندنا مجسم بطلنا نحكي فقط بطول وعرض صرنا نحكي أيضا طول وعرض وارتفاع إذن الفرق أنه هون صار فيه ارتفاع وصار عندي مجسم من ثلاث أبعاد في هذا الدرس رح نتعرف على ثلاث مجسمات رئيسية وهي الهرم الرباعي الهرم الثلاثي المنشور الثلاثي الهرم الرباعي هو عبارة عن هرم لكن قاعدته مضلع أو رباعي إذن هو عبارة عن هرم قاعدته مربع رباعي أو مضلع مربع أو مستطيل أما الهرم الثلاثي هو عبارة عن هرم قاعدته مثلث عشان هيك سمينا الهرم الثلاثي بأنه هرم ثلاثي لأنه قاعدته مثلث أما الهرم الرباعي بتكون القاعدة إما مستطيل أو مربع يعني من أربع أطلع أما لما نيجي نحكي عن منشور ثلاثي المنشور الثلاثي هلأ كلمة منشور يعني إله قاعدتين ومنشور ثلاثي يعني شكل القاعدة مثلث إذن المنشور الثلاثي كونه منشور رح يكون له قاعدتين كل قاعدة شكلها مثلث وهلأ رح نتعرف عليهم أكتر الآن بدنا نتعرف على الهرم الرباعي الهرم الرباعي زي ما إحنا شايفينه هاينا عم نعمل له دوران هايو عم نعمل دوران هون رح نختار الهرم الرباعي طبعا الهرم إله أكتر منه والآن اللي أمامنا هو المجسم للهرم الرباعي طبعا زي ما إنتوا شايفين أنا خطرت هذا الفيديو عشان نعمل دوران لهذا الهرم ونلاحظ طبعا ممكن يكون الهرم مش بس رباعي ممكن إذا كان قاعدة مثلث ممكن أحكي عنه هرم ثلاثي ممكن مثلا خماسي هلأ خلينا على الهرم الرباعي اللي اخترنا هلأ الهرم الرباعي سميه رباعي نلاحظ معنى بعض القاعدة القاعدة مربع أو مستطيل يعني المهم يكون عنا شكل رباعي واللي بيكون عنا هدول هم عبارة عن الأوجه إذن إلو أوجه اللي هم عبارة عن الأسطح خلينا نشوف مع بعض الأسطح إذا من غير اللون واحد تنين تلات وعننا أربعة إذن الهرم الرباعي مكون من أربع مثلثات وهذا عنا الرأس اللي هو رأس الهرم وهو نقطة التقاء رؤوس المثلثات الموجودة على الأوجه إذن الهرم الرباعي زي ما لاحظنا عنا الأوجه عبارة عن مثلثات والقاعدة من كرر هي عبارة عن شكل رباعي إما مستطيل أو مربع طيب لاحظنا إنه على كل ضلع من الشكل الرباعي ونشئ المثلث لهيك ستشكل عنا ثلاث مثلثات الآن بدنا نتحدث عن ننتقل من كلمة مجسم اللي شرحناه مجسم للشبكة الآن بدنا نحكي عن الشبكة الشبكة زي ما لاحظنا إذا فكينا المجسم فكينا المجسم رح يبين عنا هاي عبارة عن الشبكة الشبكة إلو عبارة عن مربع هاي واحد وأربع مثلثات إذن المجسم إذا تم فكه رح يتشكل أمامنا الشبكة نعدهم الآن عنا قاعدة وحدة وواحد تنين تلات أربع أوجه أربع أوجه تشكل عنا في الشبكة طبعا الشبكة إذا ثانيناها بتشكل عنا المجسم اللي أمامنا الآن في نوع تاني بدنا نحكي عن الهرم الثلاثي الهرم الثلاثي هذا هو اللي انتوا شايفينه أمامكم هذا هو هرم ثلاثي طبعا الهرم إلو بيكون إلو قاعدة ولو أوجه هيك إذا فكينا هاي هي عبارة عن الشبكة الخاصة بالهرم الثلاثي خلينا نحكي أكتر عن الهرم الثلاثي قاعدته عبارة عن مثلث وإلو ثلاث أوجه ثلاث أوجه أيضا مثلثات وإلو رأس للهرم إذن إن قاعدة وإن أوجه وإن أيضا رأس هذا هو عبارة عن الهرم الثلاثي إذا لاحظنا مع بعض سمي هرم ثلاثي قاعدته زي ما شفنا عبارة عن مثلث إذن قاعدته مثلث والأوجه أيضا مثلثات ولكن عددها ثلاث لأن القاعدة مثلث يعني على كل ضليع إحنا أنشأنا مثلث فإحنا زي ما إحنا ملاحظين بفرق عن الهرم الرباعي طيب خلينا نشوف مع بعض الشبكة الخاصة في الهرم الثلاثي وفيه ممكن أكتر من الشبكة الشبكة هي بتكون عبارة عن بتكون عبارة عن مستوى واحد و2 dimension وهيك إذا فكينا المجسم إذن هيك المجسم إذا تم فكه بنشأ عنا الشبكة الخاصة إلو طيب هلأ بالبداية خلينا نعد الأوجه مع بعض نغير اللون واحد تنين هاي ثلاث إذن صار في عندي ثلاث أوجه ثلاث أوجه وهي القاعدة وقاعدة وحدة قاعدة وحدة وشكلها مثلث إذن ثلاث أوجه قاعدة وحدة شكلها مثلث هذا عبارة عن الهرم إذا فكيته تشكلت عندي الشبكة الشبكة قاعدة وحدة هاي المثلث هاي القاعدة واحد اثنين ثلاث هدول هم الأوجه وهيك غيرنا اللون اللي يتم ملاحظتها ثانيناها تشكلها عندي المجسم هذا بالنسبة لموضوع الهرم أما الموضوع الثاني اللي احنا بنحكي عنه اللي هو موضوع اللي هو المنشور زي ما أنتم ملاحظين هون هذا هو المنشور هذا هو المنشور المنشور يختلف عن الهرم بوجود قاعدتين هاي أهو أول الفروق إنه إلو قاعدتين الهرم حكينا قبل إنه إلو قاعدة وحدة وأسطح جانبية وإله رأس أما المنشور إلو قاعدتين وإلو أسطح جانبية شوف مع بعض هذا المنشور ثلاثي هاي القاعدة الأولى هاي سطح مستطيل وإذا كمنا دوران للمنشور هاي القاعدة رقم اثنين وهذا السطح اللي رح يبين هلأ الآن هذا الأغمق شوي هذا عبارة عن السطح الثاني والسطح الثالث بيكون بالأسفل هذا بالنسبة للمنشور إذن زي ما أنتم ملاحظين هذا هو المنشور المنشور إلو قاعدتين قاعدتين شكل القاعدة مثلث فهذا منشور ثلاثي أما بالنسبة للأسطح عبارة عن مستطيلات زي ما إحنا شايفين إذن هاد كل ما يتعلق بالمنشور أما بالنسبة إذا بدنا نفك هذا المجسم تاع المنشور لنوصل للشبكة الآتية إذن الشبكة الخاصة بالمنشور هي كالآتي القاعدة الأولى المثلث الأول القاعدة الثانية المثلث الثاني والأسطح اللي هم ثلاث مستطيلات هاي عندي الشبكة إذا تم قمنا بثني هاي الأضلاع على بعض لجوة لجوة للأعلى وهاد قربته أيضا ثانيته فرح يتشكل عندي المنشور المنشور الأسطح جانبيا رح تكون عندي مستطيلات ويكون إلو قاعدتين على شكل مثلث فهذا اسمه منشور ثلاثي مثال واحد صفحة 93 صل كل جسم بشبكته فيما يأتي عنا المجسمات هون والشبكات هون وإحنا بدنا نعرف كل مجسم وين الشبكة الخاصة إلو نبلش بالمجسم الأول المجسم الأول بعد ما تعرفنا عليه هو عبارة عن في عنا مربع قاعدة وعنا رأس وعنا أوجه وقاعدة واحدة إذن هاد عبارة عن هرم رباعي ليش عبارة عن هرم رباعي لأنه القاعدة عنا مربعة وعنا قاعدة وحدة وهون رأس الهرم واللي على الجوانب هي الأسطح الجانبية وهي المثلثات فبالتالي اللي بتكون الشبكة لهذا المجسم هي هاي لأنها تحتوي على هاي القاعدة المربع وأيضاً عنا وجه وجهين ثلاثة أربعة ولما أطويهم مع بعض راح الرؤوس كلها تتحد مع بعض وتصيد تشكل عنا رأس الهرم الرباعي بالنسبة للمجسم رقم اثنين المجسم رقم اثنين زي ما احنا شايفين في عنا هون مثلث هون مستطيل هون مستطيل وتحت ايضاً مستطيل وفي مثلث على الجهة الاخرى المثلث بما انه هون في مثلث هون اذا يوجد قاعدتين هدول القاعدتين بيكونوا على شكل هدول القاعدتين على شكل مثلث والأسطح الجانبية هي عبارة عن مستطيلات كون لوجود قاعدتين فهذا يعني انه منشور ولانه القاعدة على شكل مثلث هذا اسمه منشور ثلاثي فرح نبحث بالشبكات عن مثلثين وأوجه جانبية ثلاث أوجه جانبية على شكل مستطيل فإذا المنشور الثلاثي هاي الشبكة الخاصة له أما بالنسبة للرسم الأخيرة هي عبارة عن هرم ثلاثي لأن قاعدته ثلاثية والأوجه أيضا ثلاثية فالشبكة اللي خاصة له هي هاي وبتكون الإجابة الآتي الإجابة الآتي أن المجسم الأول اللي هو عبارة عن الهرم الرباعي هون رح نوصل للخط أيضا عندي هون المنشور الثلاثي هاي الشبكة والهرم الثلاثي رح تكون عندنا هاي الشبكة الخاصة فيه وهلأ رح ننتقل لتدريب اثنين واحد تدريب اثنين واحد صفحة تلات وتسعين المطلوب أنا مجسم أنا مجسم شبكتي تتكون من مستطيل وأربع مثلثات متطابقة الضلعين عند طيها تلتقي رؤوسها في نقطة واحدة فمن أنا وماذا تسمى نقطة الالتقاء هلأ في البداية حكى انه مجسم هو مجسم الشبكة الشبكة رح تكون تتكون من مستطيل واحد اذا صار عندنا مستطيل وأربع مثلثات فالشكل رح يكون عندنا هاي الشبكة عندنا مستطيل أو مربع وثلاث وأربع مثلثات فالشكل زي ما انتوا شايفين رح يكون عنا هرم رباعي اذا هاي هي الشبكة الخاصة بالتدريب فالجواب رح يكون عنا هو هرم رباعي عندها طيها رح تطلق في نقطة واحدة وهاي النقطة احنا مع بعض منسميها رأس الهرم اذا هاي رح تكون عندنا عبارة عن رأس الهرم ننتقل مع بعض لمثال اتنين لا يوضح اكتر مثال اتنين زي ما احنا شايفين عنا مثال اتنين اكمل اكمل الفراغ في الجدول في الجدول الاتي الجدول عبارة عن الخانة الاولى مجسم واسم المجسم وشكل القاعدة وعدد القواعد وشكل الاوجه الجانبية هاذ هو اخر خانة شكل الاوجه الجانبية المثال موجود صفحة اربعة وتسعين هلا الشكل الاول لو ننظر للشكل الاول رح نلاحظ في عنا مستطيل ومستطيل وايضا عندي عنا مثلث ومثلث وفي عنا ثلاث مستطيلات فاسم المجسم رح يكون عنا المنشور الثلاثي اول ما شفت قاعدتين هو منشور وطلعت على شكل القاعدة طلعت مثلث فهو الجواب منشور ثلاثي شكل القاعدة زي ما احنا شايفين مثلث عدد القواعد قاعدتان شكل الاوجه الجانبية مستطيلات وهاي مذكورة اصلا بالكتاب الشكل التاني الشكل التاني اسم المجسم اعطانا اياه هو عبارة عن هرم ثلاثي اذا الشكل اعطانا اياه عبارة عن هرم ثلاثي شكل القاعدة اذا القاعدة هي ما احنا شايفين هاي هي القاعدة هاي هي اذا شكل القاعدة مثلث عدد القواعد قاعدة واحدة وشكل الاوجه الجانبية كلها مثلثات اما بالنسبة للشكل الاخير فانا شايف مثلث اثنين ثلاثة اربعة وتحت عندي مربع او ممكن نعتبره مستطيل كونه الابعاد مختلفة اسم المجسم هاد رح يكون عنا عبارة عن الهرم الرباعي شكل القاعدة نعتبرها مستطيل وعدد القواعد قاعدة واحدة وشكل الاوجه الجانبية مثلثات اذا هيك بيكون حلينا مثال اثنين ورح ننتقل لتدريب تنين تدريب تنين رح يوضحون عنا رح يوضحون عنا بالصورة تدريب تنين تدريب تنين صفحة 95 المطلوب منه ارسم شبكة لكل مجسم من المجسمات الاتية عنا شكل اول شكل ثاني شكل ثالث الشكل الاول زي ما تعرفنا عليه سابق زي ما احنا شايفين القاعدة عبارة عن مستطيل والأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات وإلو قاعدة واحدة وهي الرأس رأس الهرم فالشكل الاول هو عبارة عن هرم رباعي فرح تكون معنا المطلوب انه نرسم الشبكة فالشبكة الخاصة فيه رح تكون كالآتي هاي هي الشبكة للهرم الرباعي الشكل التاني الشكل التاني هو عبارة عن أسطوانة إذن هاد الشكل منسمي أسطوانة الأسطوانة من مميزاتها انه لها قاعدتان وشكل القاعدة بتكون دائرية فبالتالي رح يكون الجواب هاد إذن الشبكة رح تكون عبارة عن دائرتان اللي هم القاعدتان وعبارة عن مستطيل هاي الشبكة إذا طويناها رح تشكل عنا الإسطوانة أما آخر شكل إحنا منسمي المخروط إذن آخر شكل إحنا منسمي المخروط هذا المخروط المخروط زي ما أنتو شايفين هو يتكون من دائرة وقطاع دائرة قطاع دائري الأسطح الجانبية أو الإش الجانبي اللي إله هو عبارة عن قطاع دائري والقاعدة اللي إله عبارة عن دائرة فشكل الشبكة أو الشبكة لهذا المجسم هي قطاع دائري ودائرة وطبعا هذا الشكل ممكن أنا بحكي عنه عبارة عن مخروط زي ما أنتو شايفين القطاع الدائري والدائرة اللي هي القاعدة الموجودة عنا أما بالنسبة للإصطوانة فهي هذا الشكل عبارة عن إصطوانة هاي قاعدتين دائريتين وعنا الأوسطح الجانبية مستطيل تمارين ومسائل السؤال الأول أكتب اسم المجسم الذي تكونه كل شبكة مما يلي هلأ في عنا الشبكة الأولى بدنا نكتب اسم المجسم الشبكة الأولى خلينا نتفرج عليها شوي في عندي مثلث واحد بعدين عندي مربع واحد بعدين مثلثين ثلاثة أربعة هذا شكل مكون من أربعة وثلاث مثلثات إذن اسم المجسم هو هرم ورباعي هرم لأنه إلو قاعدة وحدة ورباعي لأنه قاعدته على شكل رباعي وهو عبارة عن هرم وإلو أربع أوجه مثلثات إذن قاعدته مربع أو مستطيل والأوجه الجانبية إنه مثلثات الشكل الثاني أو بع عبارة عن دائرة دائرتين ومستطيل كبير شوي اسم المجسم عبارة عن أسطوانة هاي هي الأسطوانة هي عبارة عن مستطيل هاي الشبكة اللي إلها وقاعدتين دائرتين دائرتيتين هلا مستطيل ودائرتين متطابقتين هاي مكونات الشبكة اللي إلها في الرجيم عبارة عن واحد اثنين ثلاث مستطيلات ومثلثين مثلثين يعني في قاعدتين وفي عندي ثلاث مستطيلات هاي الأوجه الجانبية فهو اسمه منشور ثلاثي إذن منشور ثلاثي لأنه قواعده عبارة عن مثلث أما دال اللي هو آخر شبكة عنا قطاع دائري مع دائرة فاسمه اسم المجسم هو المخروض هلا بدي أنبه لها شغلة مهمة إنه في فرق بين المخروض وبين الهرم الثلاثي المخروض ما إلو أحرف جانبية يعني زي ما بتشوفه مكون من قطاع دائري مش من مثلثات أيضا قاعدته دائرية وهذا قاعدته مثلث هلا السؤال التاني السؤال التاني أرسم شبكة لكل من المجسمات الآتيف بدنا نشوف الرسمة الأول منشور ثلاثي رح أرجع أأكد المعلومة المنشور يعني لازم يكون عنا مثلثين قاعدتين مثلث مثلث وثلاث مستطيلات فالرسمة رح تكون كالآتي هذا هو المنشور الثلاثي الرسمة التاني هرم ثلاثي هاي المنشور الثلاثي وهذا الهرم الثلاثي لحظوا الفرق المنشور الثلاثي إلو قاعدتين وهي ثلاث مستطيلات وهون إلو قاعدة وحدة مثلث وهو هرم وإلو ثلاث أوجه جانبية الثالثة اللي هي الهرم الرباعي هاي لاحظها بوضوح أكثر هذا عبارة عن هرم رباعي وهذا هرم ثلاثي نلاحظ الفرق القاعدة هون مثلث القاعدة هون مربع لأنه مثلثة في عندي ثلاث أسطح جانبية مثلثات هون في عندي أربع أسطح جانبية مثلثات آخر رسمتين هما الأسطوانة والمخروط وهذا جواب السؤال الأسطوانة عبارة عن مستطيل وقاعدتين دائريتين أما المخروط بدي أرسم قطاع دائري ودائرة وهيك بتكون عندي كل إجابات السؤال الثاني هاي الجواب الخاص بالسؤال الثاني تمام ننتقل الآن لسؤال رقم ثلاث سؤال رقم ثلاث فيه تمرين ومسائل الآن صار أوضح كلف معلم رياضيات الطالب سعيد برسم شبكة هرم ثلاثي إذن طلب من الطالب أن يرسم هرم ثلاثي زي ما إحنا شايفين فرسم الطالب الرسم الآتية خلينا نسمعنا شوي بالرسمة الرسمة عبارة عن مستطيل المستطيلين ثلاث ومثلثين مع أنه طلب منه أنه يرسم هرم ثلاثي فشو؟ هل تتفق مع ما رسمه سعيد؟ مبرر الإجابة الجواب رح يكون عندنا لا لأن ما رسمه سعيد هي شبكة لمنشور ثلاثي إذن هذا عبارة عن منشور لأنه فيه لقاعدتين وليس هرم ثلاثي وضحنا الفرق أما السؤال الأربعة طلبت معلمة الرياضيات رسم شبكة لمجسم الأسطوانة فرسمت راما عندنا شكل ألف ورسمت ريم الشبكة با هل تتفق مع ما رسمته كل من راما وريم؟ ننتبه للسؤال السؤال مطلوب مني أسطوانة في عندي بنت رسمة هاد في عندي بنت رسبة هاد هل فيه غلط؟ طبعا الإجابتين صحيحات الشبكتان صحيحتان لأنهما تمثلان أسطوانتان إذن هاد لو أنا أطويع بعض رح يطلع أسطوانة ورح يطلع أيضا معي أسطوانة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر